مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في موعد نشرتكم الجوية لطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي نبدأ نشرتنا الجوية بالصورة التي اخترناها لكم نهار اليوم نحبكم لهذا المنظر الجميل هذا النفق المتواجد بسكيكدا منظر طبيعي جميل يعبر عن جمال طبيعتنا الجزائر بنسبة الوضعية المرتقبة ان شاء الله لنهار اليوم موجة حرر تكون في الموعد درجة حرارة مرتفعة على اغلبية الولايات السحية الوسطى الشرقية الغربية ايضا بجوزة ان شاء الله نترقبها ستعود ترجع ابتداء من 20 جوان خاصة على الولايات الشرقية والغربية مسحوبة بانطار وانخفاض نوعا ما في درجة الحرارة بالنسبة الوضعية المرتقبة ان شاء الله لنهار اليوم لاثنين تسعة جوان في 22 سحب كثيفة على الولايات السحية الوسطى الشرقية والغربية احتلال الولايات الداخلية ولاية الهضاب العليا زوبة رملية مشطة اذا نقول المستعملية طرقات الحيطة والحذر بالضبط على تيندوف على غردية على ورقلة على بشار على ادرار وعوسط الصحراء كذلك وجانت سوعة تريح تروح من 30-20 كم في الساعة امطار ان شاء الله نترقبوا انها رح تستمر حتى بعض الظهيرة على تمراس العموم الاجواء تكون صافية على اغلبية الولايات الصحراوية درجة الحرارة ان شاء الله ننهار اليوم الاثنين كما سبقوا ذكرنا موجة حرارة تكون في الموعد كتلة هواء الساخنة مرفوقة بدرجة حرارة جدا عالية عالوية صحية الوسطى الداخلية حتى ولاية الصحراوية اذا سجلوا مقياس 37 درجة مئوية على الجسائر على بومردس على تيبازا على البريدة على زيغالدة كذلك سوى 30 درجة مئوية على عنابة طارف سكيكدال قالت ارتفع بمقياس درجة واحدة سجلوا مقياس 37 على قسطينة على ام البواقي على تيسم سيلت كذلك 40 درجة مئوية على جيجل على البويرة 22 درجة مئوية على شلف على غليزان على السعيدة و31 حتى 33 درجة مئوية بعد الظاهرة على صطيف باتنا خنشلاء سعينة زلعين ارنات كذلك ورس الواد من 34 حتى 32 درجة مئوية على منطقة الواد على بسكرة 35 درجة مئوية على البيض ومشرية ونعامة كتلتها وأسخنة درجة حرارة كذلك ستبقى مرتفع بعض الظاهرة على غرده يزلفان بريان على وسط الصحراء سجلوا مقياس 47 درجة مئوية نفس المقياس على أدرار على أليزي وأقصى الجنوب برج بجمختارين جزا معينة زواء وأباليسا إذن للملاحة والسيد البحري البحر بعض الظاهرة إن شاء الله سيعود يرجع شباب هادئ جميل خاصة على سواحل العوانة جيجل وانت راح سوعة الرياح بعض الظاهرة الحق تلعشرين 15 كم في ساعة يعود يرجع كذلك قليل اضطراب على سواحل الوسطى تنسلس حتى سواحل الشرقية والغربية بعض الظاهرة إذن سوعة الرياح تسرحون 25 حتى 15 كم في الساعة مع اتجاه الرياح تبقى مختلفة من شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية غربية مشاهدين لهنا نحن ختام موعد نشاطكم جويا نهار اليوم ما تنين نختموك إلى هذا موعدكم الفلكي لغروب الشمس سيكون على ساعة 8 و 10 دقائق مثلا ما بقى نغلق لكم أكيد بقية متابعة الشيقة مع بقية برمشكم على قناتكم البطنين تابعي بقعوا الأخير تحلى أفرحتكم